امسافر وعلمت بالعلم وركبت من المطار علامة طيارت ما الله عطاني يحبها الوقت ضيق وانجبرت بدور رغبة واختيار أخاف لبطي عن بني عم وصلني نبها يوم ارتفع صوت المحرك واستوت فوق المسار أذنب بنا طيارها قدام لا يذنبها زودت سارعها على المدرج ووزنها وطار من تحت رحمة ربه ومن تحت رحمة ربها وقم تلتفت من نافذتها لليمين ولليسار وحلفت بالله العظيم اني معد طبها إلا لجأت الحزة اللي لا مناصة ولا فرار ركبت لو تلقى بي أمواج البحور وغبها إلا لجأت الحزة اللي لا مناصة ولا فرار ركبت لو تلقى بي أمواج البحور وغبها وانا ما وقف غير لا جات المواقف الكبر ماني بريش الطاير انصف قل هوا يلعبها الله عطاني سيف شعر سلته تقدح شرر سيف لو يحول على الحد الصلي به جبها جاني من الله موهبه يلي تنامون بكفار وتعودون بعلة ما عادي يلقى طبها طبعا الكفار هذا جبل يقولون لي ينام فيه غادي شاعر لكن أنا أقول إنه يعود مجنون ما يرجع شاعر جاني من الله موهبه يلي تنامون بكفار وتعودون بعلة ما عادي يلقى طبها حضرت راحب النيابة عن كبار وعن صغار بضيوفنا اللي خيرة تمثلت الوفاة ضربها في محفل غطى سماه العودة لزرق يوم دار ودلاله الدروش غامي من العيال تصبها عند ابن عم من دعوته ما توها باب اعتذر ما توها اللي لبها يا ابو محمد لبها سعد ابن سالم لبلجلي ما على مدحاه غبار يستاهل اكتب فيه من تب المدى يحتبها مواقف اهل المنطقة تخذ بعين الاعتبار مواقف تنصى مراقب الفخر وتذبها تعلموا من نهية تجار المصانع والعقار اللي بعضكم كلها ما شغلتني اكسبها ما عادي يدري والعرب في ليل ولا في نهار يمسي ويصبح طايح علالتني احسبها احد ما ياخذ من ثمر تمداحنا غير القشار وحد على وضح النقام ما ياخذ للبها وصل الكلام نهايته والعلم كله باختصار والله ما جنب عن بني عمي لجاني نبها والله ما جنب عن بني عمي لجاني نبها اشتركوا في القناة